مستر مانو الجزيطة صعب ان انت يتعمل لك محاضرة قبل ماتشب 15 يوم محاضرة في قط اللبس بعد المباراة الفريق صفاقص احتفل في قط اللبس احتفال غريب جدا وكأنه خاد البطولة فهو خارج من الملعب انا ما كنتش من اللعيبة المشاركة لكن كنت من اللعيبة اللي وقف على الباب وشايف الأمور بعناي محدش حكالية هو دخل قط اللبس الاول استاد القاهرة وقطين اللبس كانوا رايبين جدا من بعض فلما دخل ما دخلش قط اللبس اللي هي المفروض انت طلع من الملعب على شمالك اللي هي القوضة بتاعيتنا لا دخلوا القوضة اللي عليمين بيتكلم مع فريق الصفاقص يقول لهم انتوا بتحتفلوا هنا المباراة لسه ما انتهتش احنا لسه في مباراة تانية عندكوا احنا هنيجي هناك هنكسب ولف ودخل القوضة راح مجمع اللعيبة كل اللعيبة وافة للباب ولا انا دخلت القوضة الناس دي بيحتفلوا هنا وده في الكورة مش مزبوط احنا من النهاردة هنستعد ان احنا نروح نكسبهم هناك وانا بصد فيكم ان احنا نقدر نكسبهم في ملعبهم انت كلعيب وانت طالع من الملعب حزين ان النتيجة كانت صعبة جدا نتيجة واحد واحد في المباراة دايما اللي فيها زهاب وعاودة بتبقى صعبة جدا ان انت تطلع تشوف المدرب بتاعك عنده الحماس ده وعنده الصيقة فيك ان انت تقدر تكسب وتروح تكسب في تونس وكان المباراة في ملعب رادس وانت تعرف ملعب رادس كمان ملعب كبير غير ملعب بالصفاقس ودي ممكن من الحياة الحمدلله اللي كانت خدمة النادي القالي بشكل كبير ورغم الغيابات اللي كانت موجودة في الفيرة في التويت ده عمد النحاس كان مصاب واحمد السيد كان مصاب ومحمد شاوي خاد الانذار التاني وبركات في المباراة دي كان مصاب لانه كان راجع من اصابة ورجع بقى مصاب تاني وشوف تشكيل المباراة وشوف الاداء اللي حصل وشوف ترتيب الراجل وتركيزه في الخلال الخمساشر يوم وتوفيره ربنا في المباراة وتويت الجون وتويت المكسب ورغم ان في المباراة دي دخل فينا هدفين والاتنين اتحسب وتسلل وتويت الجون نفسه ان انت البعض من المباراة بتنتهي في الداية 92 او 93 في كرة طويلة من شادي وتتلمس مرة واتنين وتنزل على رجل تريكة تقدر تجيب جون مكسب فسيناريو انت توقعته من 15 يوم ولعبت عليه من 15 يوم وحددت كمان اللعيبة وطريقة اللعب والشكل بقى كل الكلام في المباراة كل الكلام كان في المكسب هنقول لك محاضرة مستحيل ان انت النهار ده حتى لو عد على الكلام ده 13 او 23 او 43 انت مستحيل تنسى شكل اللعيبة كان عامل ازاي حماسنا في قط اللبس كان عامل ازاي الحماس اللي كان بيتكلم بيه والصخة كبيرة كان بيتكلم بيها مستر مانو اليوزي في قط اللبس كان عامل ازاي اشتركوا في القناة